فحنا دلوقتي تعالى نتفق على حاجة اول حاجة احنا هنعمل مربع صغير كده وهنخليه باللون الاسود وهنعمل هنا كده صغر وشوية كده وهنعمل تحته مربع وهنخليه باللون الاحمر تمام وهنبدأ ناخد بس جزء من نص ده كده بعدا ما نرجع نكتبه ان دلوق دي التاني ونبدأ نعمل ده كده ونكتب نسميه شكل الخط نفسه ما علينا يبقى انا دلوقتي انا احزف ده اه يبقى انا عند دلوقتي ممكن تخليهم جانب بعض او كده يعني عشان بس انا ابدأ ان انا ابعارف او الشخص اللي وراي عارف ان انا دلوقتي شغل اللي معايا ايه انا انا بحب يبقى الاتنين ننجحهم تاني مش مشكلة على خط واحد عشان يبقى شغلك يبقى ان انت مصمم ايش ايه هنا كده طيب لما انت تيجي دلوقتي تمسك ده كده انت عاوز انت عاوز الجزء ده وعاوز الجزء ده يعني الخطوط اللي في الوسط دي دي لاحتكون الخطوط دي ايه دي لاحتكون طيب لما تيجي تمسك اكده عشان تدي الاستروك اللي موجود او تدي اللاين ده احمر انت مش قادر انت هتدي الكل فانا اول حاجة باجي انا اخلي الاستروك هو اللي فوق واجيب عندي الاداة اللي بتاعة الالوان وبعد كده اضغط شفت واضغط كده على اللون البتاع اللي هو رح يكون جاب لكله. طيب هتقول لي طيب ما هو يا سيد محمد ده هتكون وده هتكون وده هتكون بس ده هتكون هو خد الكل. طيب ايه الحال? الحال ان احنا لازم نقص كل الحاجات دي. طيب القص بقى نفرقهم نخليهم منفصلين عن بعض. القص بقى في القص العادي اللي احنا نعمل ايه? نجيب هنا المقص. وبعد كده الاول قبل ما نجيب المقص نحدد المربع اللي احنا هنبدأ نقص. وبعد كده اجي المقص وابدأ ان انا ادوس على كل النقط بالطريقة دي. اهو. كده. وبعد كده ابدأ ان انا اشيل ده. طيب. فضل عندي واحد اه. لان انا عندي مربعين. شفت اللي حصل? انا شلت مربع شلت واحد من المربع ده. بس انا عندي التاني ممسوك. فهتطر ان انا اقص كله. عشان ابدأ ان انا اشيل. فانا بالتالي محتاج ان انا اقص ده. انا تقول لي لا ده موضوع طويل. كده وابدأ اقص ده تاني. طيب انا لما اقصت ده. اوكي مشكلة اول لكن في واحد مقصوص. طيب انا دلوقتي بقى عندي ده شوف ده. بقى فيه موجود هنا. ابدأ ان انا ارجع تاني واقصه. لحد ما يخلي ده لوحده. شايف? بقى لوحده. وبعد كده انا اقول له هديله اللون اللي هو موجود احمر. طبعا انا بضغط شفت. شفت وانا بدي اللون بدل. طيب انا دلوقتي ده بقى لوحده. بس ده لما انا احزفه لازم يتقص ده. لانا كده اتلخبط. ايوة. ده انا بتكلم فيه. نرجع 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 للحاجات اللي ملاش ايه لازمة دي. ده الطريقة اللي كنا بنشتغل بيها اول كنت باشتغل بيها لما انا كنت بزبط. بزبط الشغل بتاعي عشان ادخلوا على بينامج زي اي س س ري دي او اسكو او اي بارامج تاني عاوز اقافي على الكارتون. لحد ما اكتشفت حاجة في الاضافات الخاصة بآ حاجة جميلة جدا هنا لو انت ضغطت هنا كده هتلاقي حاجة اسمها باص. فيه هدوات كتير بس هي مش موضوعنا احنا هنقوز اداء واحدة بس. الاداء الواحدة بس انا هقول لانا عملته لانا عملت كده عملت سلكت على كل الشغل اللي قدامي ده. وبعد كده لو انت وقفت هنا هتلاقي هنا حاجة اسمها اهيه؟ لما دغطت عليها كده خلاص هو قص كل البساط. طيب يعني خلاص انا ده هدلته. يبقى انا عندي واحد بس هو موجود اوكي. ابدأ ادلت كل البساط اللي تقطعت مع بعض. ده تقطع مع واحد تحت. وده تقطع مع واحد تحت. وده تقطع مع واحد تحت. ها اه انا بادلت. انا كل اللي بعمله حدله هو قص كل حاجة خلاص. يعني هدل الوقت يشوف ده الواحدة ههو. طيب ده تقطع. اه تقطع مع مع المربع اللي فوق. وده تقطع مع المربع اللي فوق. وده تقطع مع المربع اللي فوق. يبقى انا دلوقتي بقى عندي طبعا هبص على عندي ده لازم يطول شوية. ما انفعش يكون كده. ازوم كده وبعد كده اطوله كده شوية. تمام? هلاحظ بس كل الحاجات اللي هي مش متلامسة. اخليها متلامسة. تمام. دلوقتي تقول لي يعني خلاص كده اتقطعت كل وكل حاجة كده اتقطعت. كل المتقطع مع واحد موجود. يبقى ده بس كان متقطع مع الفوق. اهو كده انا خلاص ازعفت كل حاجة ده ده واحدة اهو. يبقى دلوقتي فرقت كل حاجة. يبقى انا عمل اعمل اعمل على ده سليكت على ده. انا اضغط على شفت. وبعد كده يبدأ ان انا اعمل كله كده. اهو. وبعد كده اجيب عندي الاداة اللي انا هشتغل بها واعمل شفت بقى عندي كل ده احمر. بوساطة بقى عندي كل ده احمر. طبعا انا ما تنساش الفن الوسط ده اعلم عليه برضو عشان ده هياخد. وبعد كده برضو في نفس النظام اضغط شفت عشان اعلم عليه وادي له اللون يعني. شفت عشان ادي له. لان اهو ما ضغطت شفت هيتعمل له فيلم. كده انا بقى الشكل اللي عندي خلاص الاسود قط باللون الاحمر. ممتاز. تمام? طيب. دلوقتي اه لما اقصمم محتاج حاجة اسمها بليد. البليد ده عشان في حالة ان اللي قدامي ده نزل على الماكينة واتقص زي ما انا برضوك ظهرته في الفيديو اللي هو موجود تقريبا اول فيديو وهي مقدمة عن الضيقات. اضمن ان ما يتقصش معي ويجي ابيض. بمعنى لو انا فرضت ان انا دلوقتي انا عندي الشغل اللي عندي ده كده. كله انا هعمل هنا مسلا فل شغل كده. والفل ده يكون مسلا لون ازرق. تخيل هو بقص اص هنا. وهو بقص اص الجزء ده. يعني هو بقص كده بنزل بالاص اص وكل حاجة بس طلع اتنين ميلي هنا كده. واللي احنا هنسميهم حدول لون تاني عشان دوب انت عندك علم ان هما دوت اللون اللي خدهم من الارضية يعني. يعني انا نعمل نخلي ورا كده. فتخيل بقى هو اص. ونخلي ده الفل بتاعه وما فيش فيل. تخيل بقى هو قص. فقص اتنين ميلي زيادة من ميلي زيادة او مسلا القص ازحت منه شوية فخد من الخلفية. خد من الخلفية. فانا عشان كده بعمل حاجة اسمها البليد. البليد ان انا بزود شوية المفروض يعني. المفروض وانا مسلا هحزف الاصفر ده اللي احنا مش محتاجينه. المفروض انا بعمل الازرق وده التصميم بتاعي. المفروض انا بزوده شوية كده. عشان لما يجي قص يقص عليه. فاحنا طيب. يبقى احنا لازم نعمل حاجة مهمة جدا. لازم نقسم الشوى اللي قدامنا ده في اللير. بمعنى. انا دلوقتي عندي الضيقة. الضيقة عندي اجي اعمل هنا. ليه اللير ده الموجودة عندي ده اسميه ضيقة. قط. تمام? جوة اللير بعمل لير تاني واسميه. عند اتنين لير بسميه واحد فيهم. ده قط. وده بسميه ايه? صح كده? طيب. انا دلوقتي هعلم على كل احمر اللي موجود. هتقول لازم محمد انا هقعد كلها شوية اعمل شفت شفت واقعد كده اه اعلم. اقول لك لأ. تعال هنا على الاداة اللي هي موجودة طبعا زي موجودة اللي هي ماجيك ماجيك ويند او ويند اه اللي هي اداة نقدر نعلم. لو انت طبعا علمت عليها كده وضغطت على السرق هيعلم كل حاجة. كده انت ما استفدتش حاجة. احنا نعمل عليها بعد ما نعمل عليها تمام? انا دلوقتي هعلم ضغطها هنا عشان اشيل التحديد. ايه اللي بيحصل لما بعمل عليها هو بقول لي انا هعمل على الحاجات طيب انا بقول له انا مش عايز الفل. انا عايز اللي بشتغل عليه. هاتلي بقى اللون بتاعي واي حاجة مشابه له لحد نسبة عشرين في المية. طيب بقول له ماشي. ممكن طبعا احدد بتاعي اللي بتاعي في حالة ان انا يعني يعني مثلا انا عامل واحد واعمل استروك خمسة. ممكن احدد انا عاوز احدد كل الواحد احدد كل الواحد او احدد الاستروك المعمول له بس دي كذا. ايه مهم احنا خلنا في الاستروك? وبعد كده لو انا ضغطها لون الاحمر كده احدد لي كل الاحمر اللي موجود بالنسبة اللي انا بقول لك عليها. نعلم على الاستروك الاحمر اللي موجود لان انا قلت له اللي انا اضغط لك عليه وعلم عليه. طيب دلوقتي انا عندي ابدأ ان انا اجي من النقطة الزرقة اللي موجودة ديت. وابدأ ان انا اسحب كل اللي فيها وحطه فين? في الفلوت. فهو اجمع لي كل اللي موجود في الفلوت. فانا اقدر اخف الفلوت بالطريقة دي. نفس الحركة نفس الحركة هنعملها ايه? هنعملها في الاسود. نعلم على كل الاسود. وبعد كده نيجي على الازرق ده. الازرق ده معناه بقول لي ان انت اللي انت معلمه معلمه في الضيقات اللير اللي هو خاص بالضيقات. وده كل الاخضر ده كل الحاجات اللي انا علمتها. فانا بقول له اللون الازرق ده اضغط عليه ضغطة بشكل كشمال واقول له انزل في القط. فانا خدت كله في القط. تمام? اقدر اخف القط اقدر اخف الفلوت. طيب انا دلوقتي هعمل ايه? حخف الفلوت لان مش محتاج وانا عاوز اعمل على الجزء الخارجي اللي هو القط. لان اللي جوه خلاص محتاج عليه فانا بعمل على كل القط اللي عندي او ان انا بعمل بحدده من هنا من القط وبعد بعمله وقول له عندي جوين. طب انا ما لقيتش جوين هنا موجودة. باجي من قايمة اا اوبجيكت باس وبعد كده اقول له جوين كنترول جين. بتعمل ايه? بتدمج كل اللي موجود مع بعضه وتخليه قطعة واحدة. تمام? اوه كله انده مجمع مع بعضه بقى قطعة واحدة. طيب عاوز اعمل بقى الافست بتاعي. في طريقتين. اول طريقة من الادوات اللي احنا نزلناها اللي هي من الكاد تولز وبعد كده ان انا باجع على اللايين اللي عندي واسحب واختار حسب الماسي اللي ظهر عندي. ولو انا عاوز بالزبط بالزبط بضغط ضغطين على اللايين وبعد كده اقول له انا محتاج ده يكون تلاتة ميلي. طيب الوبشن ده معناها ان ان انت تعمل تلاتة ميلي الجوة. لا احنا هنعمله البرة فبقول له اوكي فبيديني الشكل اللي قدامي ده. او لو انت مش عندك الاداة. مسلا كنترول زد. بقى نفس النظام بعمل على الكل وبعد كده ااجع على وبعد كده اخش على قيمة باص وبعد كده اخش على حاجة اسمها افسق باص. وبعد كده ابدأ. طبعا هم اديك خطوط جوة. ودي ميزة عن التانية. فها تلاقي بس في في نقطة من النقط او الحاجات اللي موجودة دي مش ده مدموجة مع بعض. فانت ممكن لو هي ظهرت لك كده يعني وعاوز توفر وقت ومش ترجع تعاية عيد تاني فانت بتعمل له تلاتة وديقول له اوكي فها طبعا هو طلع تلاتة برة فانت اخفي كده اللايين بتاعك الاساسي اللي هو في الوسط. تلك يمين واقول له وبعد كده اجعل اللي في النقطة واعمل له تلاتة. بقى عندي البليد بتاعي. ده اللي انا هشتغل عليه. ارجع تاني اللي في ده البليد. ابدأ للشغل لما بس بقى هو لما يقص هيقص على الشغل الداخلي اللي موجود جوه. حتى اخضر. اصفر. خلينا نعلم عن لون يدله اصفر. اهو. طبعا لما بديله لون يعني ممكن اشيل اللي ستروك عادي عشان بس كده ايه? فلما يجي يقص هو هيقص تحت. طبعا البليد بتاعي هو موجود ممكن انزله تحت الشغل بتاعي عشان يظهر. هو موجود في القط والقط فوق اللي ممكن انا اطلع اللي فلود فوق عشان يكون يظهر بالطريقة دي. تمام? يكون بالشكل ده. يبقى انا دلوقتي اقدر اشتغل على التصميم بتاعي. ده لو لون واحد. طب انت بتقول لي مسلا لو صورة او اي حاجة انا فاهمتك البليد تقدر بعد كده ان شاء الله لو في مرحلة التصميم نبقى نشوف نقدر نشتغل عليه ازاي بالطريقة التانية. طيب دلوقتي كده خلاص. انا كده عملت الضيقات بتاعي انا عايز بقى اكمل اقول اولى الشخص اللي هيطبع اقول له خلي بالك المقاس بتاعي هنا مش المقاس اللي هو اللي فوق. انا لازم اعمل كل احتياطاتي لانه ممكن يكون الشخص اللي موجود مش على قدر انه هو يعني ممكن يغلط يعني. فانا عاوز عمل له حق نظام خطوط تقول له ان ده القط بتاعي. تعالوا نشوف كده نعملها ازاي? طبعا ده اللي احنا اتكلمنا فيه وده من الادوات المستخدمة في الضيقات. طيب دلوقتي احنا بقى عاوزين نظهر نعمل له الخطوط اللي بتوبها موجودة هنا. فاحنا دلوقتي بعد ما خلاص احنا دلوقتي عندنا 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 الضيقات واحنا المفروض نطلع نعمل جديد ونسميه بتاعنا اللي هو هيكون في التصميم وبعد كده نعمل تاني جديد ونسميه العلامات اللي هي هي قص عليها. تمام? اهي موجودة. بعد كده نبدأ ان نخش على قائمة ونبدأ نخش على ونبدأ ناخد ونروح للفولدر اللي هو اللي احنا حطناها رفعناها قبل كده اللي هو ونختار حاجة اسمها ميكروب ماركس وقعد كده يفتح لنا الشكل اللي قدامنا ده. طيب الشكل قدامنا ده شرحوا باختصار ان هو هيحط علامات هنا على اخر تصميم بتاعك من هنا ومن فوق ومن الجنب ده الاشارات اللي هي موجودة. انت ممكن تحدد اي جزء بس انا بقول له احطيلي على كل حاجة وانت هتشوف في الشكل بتاعها دلوقتي فهو هتفهم. فهو اللي بقول لي طيب الطول بتاع العلامة يكون كم ميلي اللي هو اختصاره اللي احنا اتكلمنا عليه في التصميم من المنتجات يعني الطول بتاعها يكون كم? عاوزه خمسة ميلي. طيب الوفست اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي اللي هو البليد او الوفست اللي خاص احنا مش عاوزين لان لما يجي يقص مش حيقص على الوفست. هو لما يجي يقص حيقص على الاساسي نفسه. فانا بقول له زيره ومش محتاج. طيب هو بقول لي انا اشتغل بايه? بالملي يعني الوحدة اللي انا هشتغل حط بها بالملي. فسيبها عايز يسيبها بالملي حسب التصميم سيبها. بختار اختار انت عاوزه انا اخليه بالآ بي تي خليه بالبي تي. اقول له خمسة الطول بتاعها خمسة. آآ ممكن اخليها او خلي والله خلي بالملي. ما بينك شغل بالملي. طيب بقول لي الاستروك. الحجم بتاع الاستروك بتاعك هيكون مكاما. انا بفضل يكون واحد بس بيختلف على حسب الضيقات بتاعك والتصميم اللي ممكن يكون كبير. ده حاجة مسلا آآ تسع سنتي في حاجات بتكون مسلا عشرين سنتي خمسين سنتي. فهو بقول لي طيب آآ انت عاوز تحطه آآ في جروب. انا بقول له خليه في اللير اللي هو اسمه مارك اللي انا عامله ده. او اي اللير من اللي موجودين فانا بختار اللير اللي انا اعمله ده اصلا. وبعد كده بقول له هبقول لي اعمل آآ يعني افتكر الحاجات اللي انت عملتها ممكن تقول له اه مفيش مشكلة. بعد كده اقول له اوكي. بس انا محددتش على الضيقات بتاعي. انا بحدد الاول على الجزء اللي هو الضيقات بتاعي. وبعد كده لازم تكون اعمل له جروب اه? لو انت مش عامل آآ جوين لازم تكون اعمل جروب لكل الخطوط مع بعضها. ارجع تاني واحدد الفايل اكسي بورت وبعد كده ازف اسكريبت وبعد كده اقول له اختار للاسكريبت بتاعي. اهو هو حافظ كل الهدادات وبعد كده اقول له اوكي طبعا لاحظ هنا اللير انا هقول له خليها في المارك اه? اللي انت عاملت او اي حسب انت هاي حاجة انت عاملت اقول له اوكي. ايه اللي حصل? زي ما حصل بالتالي. شايف? طيب عمل ليه? طبعا اللي موجود في الخلف ده ممكن نعمل كنترول زد ونيجي تاني هنا ونختار بس عشان نشوف لك اللي وراء ده ونبدأ ان احنا نقول له هنا اعزل اسكريبت على الدسكتوب وابدأ اجيب الاداب بتاعتي واحزف اس اللي هو الامور اللي كان نعمل لنا وراء ده. المهم مارك تمام كله مزبوط اوكي. تمام? خلاص. يبقى دلوقتي قلت له القص بتاعك من هنا. مش من هنا. من هنا. فانت هتقول لي طيب الحاجات دي ما هي مش لمسة التصميم. دي مش لمسة التصميم. لأ الحاجات دي لمسة اخر التصميم. بمعنى تعالى كده نشوف نحط جيد عشان فاهمك. مش اخر حاجة اهي. مش اخر حاجة في تصميمك اهي. لمسها اهي ولا مش لمسها? طيب هنا اخر حاجة في تصميمك فين? اهي. لمسها ولا مش لمسها? فوق. ها? طبعا الجايد معفول لان نقول لان لو. لمسها ولا مش لمسها? تمام? يبقى انا قلت له احزف الجايدات بقى مش محتاجها انا كنت بس بسبت لك. يبقى انا بقول له ايه? بقول له ان الشغل اللي بتاعك اه هيكون القص بتاعه بالطريقة دي. فده الضيقات بتاعي اللي انا هبدأ اشتغل عليه. ويكون تزغط معايا وده زي ما انت محتاج ممكن تخليهم له باي شكل من الاشكال. وطبعا لا تنسى انك اه المعاس بتاعك يكون مرفق هنا كده. برضو. كده. واقول له سايز. بعد كده اقول له عندك ده كان احنا قلنا كام تسعين. تسعين. في آآ تلاتين على ستين. في تسعين. وان ده حرف ال ال لان ده الطول. وده الارتفاع حرف ال اتش. تمام? وبعد كده هنصغر. هنعمله الواحدة بتاعته بالملي. عشان يكون فاهم الشغل بتاعه. وبعد كده نبدأ ان احنا نقول له اظهر لو انت عاوز ويظهر ويتأكد ان هم مزبوطين. فطبعا لما نجي نعمل هنا يعني في جزء ده. وطبعا معموله لو في جزء ده ما يفضلش نحن نكون في جزء ده يعني احنا نحزف ده كده. عشان بس يبقى الشغل كويس يا. احنا شرحت ازاي تشتغل على ده في الفيديو اللي فات. خلينا نعمل دايما انشان عندنا من الجهاديات افضل. ليه عشان يكون بعيد عن الشكل ان هو يدينا هنا هو انا محتاج الجزء ده طبعا. شايف? طب هو دلوقتي جاب من فوق لان ده كله لين واحد. يعني ده كله خط واحد. احنا ده مجناء. صح? ممكن تقصوا تاني. كده. مش مشكلة يعني وبعد كده تبدأ انك تعمله عشان كده الشغل ما يكون في الاول مرتب بيكون كويس. تسعين. ما تنساش تعمله ايه? خلاص كده هو موجود كله موجود هنا اهو. واقفلوا كده عشان ما هتحركش معك. وبكده يكون ده الضيقاط بتاعك اللي موجود ببرنامج شوفه احنا اخدنا نشرح فيه في ساعة صح? يعني مع المنتج ممكن يكون اربعين خمسة اربعين دقيقة بس شوفوا بقى تخيلوا المجهود ده كله عشان نعمل شكل عادي مش معقد على برنامج الستريتور. ان شاء الله هنشوف الاشكال الطرق التانية ونشوف انك تقدر تختار يعني انت اللي هتقدر تميز انسى بطريقة انت محتاجة. اه هتمنى يكون الدرس مفيد وان شاء الله هشوفكم في درس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.